ما فرقته السياسة على مدى السنين الماضية في الأردن جمعته كرة القدم بانتظار المباراة الأهم في تاريخ المنتخب الأردني أو كما يحلو للأردنيين تسميته بفريق النشامة لأن الجميع يحب منتخبنا منتخب النشامة والجميع يشارك في هذا الهدف هذا هدف أردني هدف وطني لأنه أي تقدم وأي تميز لفريق كرة القدم هو أيضا تميز للأردن الشارع الأردني توحد خلف منتخبه مع إطلاق الاتحاد الأردني لكرة القدم حملة يلا على البرازيل الوضع ليس كثير سيكون سهل على النشامة لكن التدريبات اللي قاموا فيها النشامة ستكون قادرة أن نواجه فريق بهذه القوة وبهذا التدريب تبرع الأردنيون على رأسهم الملك عبدالله لمنتخبهم عبر حملة أطلقها التلفزيون الرسمي بنحو ثلاثة ملايين دولار أواقع بيحكي أنه رقوة أقوى منا كواقع بس إن شاء الله أرضنا وحفزنا جمهور الأردني إن شاء الله بيكونوا واقع في الملعب بحفزهم إن شاء الله بيسوي إنجاز أكيد المباراة ستكون صعبة كتير وش شوي يعني أنت بتحكي عن فريق عالمي سوريز كفاني كسيرس وستقام العديد من نقاط التجمع في المقاهي والسحات لمتابعة المباراة للمشجعين الذين لن يتمكنوا من الدخول إلى الملعب رغم صعوبة المواجهات التي تنتظر المنتخب الأردني في مباراة الذهاب إلا أن أفراده قرروا طرح قفزات التحدي أمام نظيرهم الأرقواني بعد وضع الفوز نصب أعينهم إياد الجغبير سكاي نيوز عربية عمان